وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة قد غادر بحفظ الله ورعاية هذا اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة مختتما زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تركزت على العلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة ومجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لدى مقادرته جمهورية مصر العربية برقية شكر وتقدير إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سرورنا ونحن نقادر أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة أن نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لفخامتكم على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الطيافة وطيب اللقاء وهو أمر ليس بغريب عليكم ويجسد أصالتكم وعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا وشعبين الشقيقين والقائمة على أسس صلبة من الأخوة والتفاهم المتبادلين كما نتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما لمسناه من حرص بالغ على دفع العلاقات الثنائية المشتركة لآفاق أرحب بما يعزز مصالحنا ويدعم التنمية الشاملة في بلدينا ويحقق الرخاء والازدهار لشعبين وما أكدتموه من مواقف داعمة لأمن واستقرار بلدنا وما طرحتموه من رؤى مهمة وأفكار خلاقة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ الأمة للتغلب على ما تواجهه من مخاطر وتعزيز مقتسبات دولنا وشعوبنا في التنمية والتقدم وتحقيق تطلعاتها نحو مزيد من النماء دعينا الله العلي القدير أن يصبغ على فخامتكم موفور الصحة والعافية وأن يديم على جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق الرخاء والاستقرار والأمن والأمان ويوفقنا دوما لما فيه خير وصالح شعوبنا وأمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة